أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله ذا للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منذ انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كما كنهم الكتاب وأخر تشابيات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفثلة وابتغاء تأوينه وما يعلم تأوينه إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهد لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ويب فيه إن الله لا يفلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم غرود ما كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفهوا بآياتنا فأخفهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطع فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون لهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأمصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المهاد قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار والخالدين فينا وأزوان مطهرة ورقوان من الله الله بخير من العباد الذين يقولون ربنا إنما آمنا فاغفر لنا موبنا وقنا عذابنا الصامرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسعار شهد الله أنهم لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين موتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينه ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أودوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اتبعوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويرتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يكفرون بالقسط من الناس تبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فلم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ودعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات وغطهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا دمعناهم اليوم لا رين فيه وغفيتهم نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتغزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخوا ما في صدوركم أو تجدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجدوه يوم تجدو كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علي إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن هالك هذا قالت هم من عند الله قالت هم من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ذلك دعا سكريا ربا قال رب أبني من لكم كذرية طيبة إنك سميع الدعا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرام أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذق ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لساء العالمين يا مريم طلتي لربك واسجدي واركعي معناك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكحل مريم وما كنت لديهم إذ يختصرون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه استوم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المطردين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمسسني البشر قال كذلك الله يخرج ما يشاء إذا قضى أمرا فإما ما يقوله كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتهرات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخذب لكم من الطير كهيئة الطير فأنفر فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخبون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصر إلى الله قال الحواليون نحن أنصر الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربما آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكنين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وأطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوا كفرق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم هدورا والله لا يحب الظالمين ذلك لتقوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من كرابهم ثم قال له كن فيكون هل حق من ربك فلا تكن من المترين أمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ندتهد فنجعل لعنة الله على الكاذبين إنها ما لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالحزدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا نسلمون يا أهل الكتاب لنتقاجون في إبراهيم وما أنزلت الدورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلوا ها أنتم ها أولواء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يوديا ولا نصراهيا ولكن كان حنيفا مصدما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشكرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهنها لكفرون آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما قمتيكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل في يد الله يبتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن من إن تأمنه بدينا لله يؤديه إليك إلا ما كنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بذلك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أمين وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان البشر أن يؤتيهم وأروا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا هيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله إيثاقا نبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال أأقرركم وأخذتم على مالكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق وما أنتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نخرق بين أحد منهم ونحن له مصلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوهم أن الرسل لحق وجاءه البينات الله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاكم أن عليهم لعبة الله والملائكة والناس أجمعين والدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين كانوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل تومتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم الكفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض بهبا ولو افتذابه أولئك لهم عباد أليم وما لهم من ناصري لن تنال بر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الراهي الكذب من مع ذلك فالبائك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس لذيه بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقار إبراهيم ومن دخله كان آبنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غريب عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أهل الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هري إلى صراط مستقيم يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مستقيم واعتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحوا بنعمته إخوانا وكنكم على شفا حفرة من النار فأمنقبكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأبرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيضوا وجوه وتسودوا وجوه وأما الذين سودتهم هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريده بل للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأم أنتم خير أمة أخرجت من الناس تقرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منه المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يحبوكم إلا أبا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم دلة عين ما فقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا برضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتنوا ليسوا سعاء من أهل الكتاب أمة قائمة يتقون آيات الله آناء الليل وهم يسرون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأبرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وهماتك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لهم تغني عنهم أبوان ولا أولاد من الله شيئا وأولائك أصحاب مالغ فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم إن ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يطلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخفوا بطالة من دونكم لا يألونكم خبالا وانتوا ما عربتم قد بدت البغضاء من أفوالهم وما كف في صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعطين ها أنكم أولاد تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأمامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنكم تسروا وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يطلقوا كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوم المؤمنين مقاعد للقتال والله سبيع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وآتوا أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من البلائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمتدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسونين وما جعل الله إلا مشها لكم ولتطبئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينطلبوا خالبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم خالبون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اللهم فور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكروا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت بالكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترخمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضنا السباوات والأرض عدة في المتقين الذين ينفقون في السماء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين على الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاعشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرهم على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العادلين قد خلت من قبلكم سنى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الخالبين ولنحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين أَمْ حَسِدْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْ كُمْ وَيَعْلَمَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْدُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا طَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْطَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نَكْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نَكْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْذٍ مِّنْ نَبِيٍّ مُقَاتَلَ مَعْنُورِ الْبِيُّونَ كَفِيرٌ فَمَا وَهَلُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَسْتَكَانُ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا هُنُوبَنَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا هُنُوبَنَا وَإِسْرَفَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحِسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَ لِهُمْ خَاسِرِينَ فَلِلَّهُ مَهُلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رَعْبَهِ مَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَسِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُ النَّارُ بِأْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ولقد صدقت الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أغاكم ما تحبونه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلقون على أحد والرسول يدعوكم فيه أخراكم فأفادكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خمير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد غمّ أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يغنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخمون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مما قتلنا هاهما قل لو كنتم في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم التطل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدوم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيخان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندما ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون بطير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لنفطوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغضلون أفمن اتبع يقوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد أن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين لولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أما هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوما تقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم كتابا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب لهم للإيمان يقولون بأفوائهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتبون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين لما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم وليهم يحسنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إنما الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانهم وقالوا حسن الله ونعم الوكيل فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ربوان الله والله من فضل عظيم إنما بالكم الشيطان يخفف أولياءه فلا تخافرهم وخافون إن كنتم مؤمنين وَلَا يَحْثُمْ كَالَّذِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَوْلِعْكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ وَقُونَ مَا نَخِدُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَوْمَ الْحَرِيْكُمْ من قبلي بالبينات وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُّكَ فَقَدْ كُذِّبَ عُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُمْ الْبَيْنَاتِ وَالْزُدُرِ وَالْكِتَابِ الْقِيَامَةِ كلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمِنْتُ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُدُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِنَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُهُمْ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا أَبًا كَفِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ مَارِكَ مِنْ عَزْلُهُمْ وَإِذْ أَخَضَ اللَّهُ الْمِيْثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتْبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَّهُمْ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا طَلِيلًا فَبِكْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله من السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنآلن آيات لبن الألباب الذين يفرحون الله قيابا وقعودا وعلى دونهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عبابا ربنا إنك من تدخل النارك قد أخزيته وما للظالمين للأنصار ربنا إننا سمعنا ناديا لينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ثم بنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبعار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخفف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منهم من فكر أو أغفر فبعضهم من بعض فالذين هاجروا وأخرفوا من ديانهم وأوثوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جننات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عندهم حسن الثواب لا يغرنك تغلق الذين كفروا في البلاد بتاعهم قليل ثم مأغرهم جهنما وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم له جننات تجري من تحتها الأنهار فاردين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأدرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتغون بآيات الله ثمدا طليلا أولئك لهم أدرهم عند ربهم إن الله سريع حسابا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا مرامقوا اصبروا وصابروا مرامقوا واتقوا الله لعلكم تفرحون اشتركوا في القناة كنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا